طب هل الطفان محلي يعني في المنطقة اللي كان عايش فيها نوح ولا الطفان عالمياً؟ فأنا بترك الجواب لألك إنه لو كان طفان محلي ما كانش فيه داعي لبناء الفلك كان الله ممكن يقول لنوح وعلته هجروا للمنطقة اللي ما فيهاش طفان والحاجة الأهم إن الرب يسوع أشار إلى الطفان والكما كان في أيام نوح كذا يكون في مجيء ابن الإنسان فالرب يسوع مش بيذكر صورة أسطورية علشان يوصل بها حقيقة إنه هو هيجي مرة تانية طبعاً الشيء الثالث اللي بيتساءلوا إنه الطفان كان هادئ مش مدمر ده طبعاً إيه تناقض في التعريف لإني كلمة طفان تعني براكين وتعني أمطار وتعني تغيرات في طبقات الأرض فكونوا يبقى طفان هادئ ما عملش أي تأثيرات في الحفريات وما عملش أي تأثيرات في الأرض ده شيء غير منطقي وغير علمي موسيقى 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 شكرا